ونتحول معكم الآن لمتابعة أبرز وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة فاطمة خليل معها تفاصيل الاقتصاد أهلا بك فاطمة أهلا بك نواتا وفي أهلا بك ليلة عمر وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعرض الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي 2023-2024 وخلال الاجتماع تم عرض مشروع الموازنة المقترح والمبادئ الأساسية التي تم سياغة بنود الموازنة في إطارها والتي تعمل على تحقيق مستدفات برامج الإصلاح الاقتصادية كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ما يوليه مشروع الموازنة من أهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتح السيسي باستمرار الدولة في تبني برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئة الأكثر احتياجا أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانا عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال شهر فبراير 2023 وأوضح البيان أن ميناء السخن شهد حركة تداول بإجمالي 40 سفينة أما ميناء الأدابية فقد وصل إجمالي عدد السفن إلى 30 سفينة بوقع 12 سفينة بضاء عامة وثماني سفن صب جاف وسبع سفن صب سائل وثلاث سفن حاويات أكد وزير البترول تارق الملة أن مجال خفض الانبعاثات والتقاط الكربون واستغلاله أصبح من المجالات التي تستحوز على اهتمام العالم وهو ما تم التأكيد عليه خلال قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس في فبراير الماضي جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حيث استعرض الملة جهود قطاع البترول في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية وأوضح أنه يتم حالياً إعداد استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035 بالتعاون مع وزارة الكهرباء وتشمل مشروعات إنتاج الهايدروجين بأنواعه وسوف يتم تنفيذها باستخدام التكنولوجيات المتطورة انتهز الفرصة أن أنا أبقى موجود في هذا الاجتماع وهذه الفعلية مع يعني غرفة الغرفة المصرية البريطانية رجال الأعمال وأن إحنا نتحدث على ما تم فيه أثناء الكوب 27 في شرم الشيخ وما تم إنجازه في يوم إزالة الكربون اللي هو كان يوم 11 نوفمبر وده كان يوم مهم بالنسبة لنا جداً لأنه استطعنا فيه الحمد لله أن إحنا ندعو لأول مرة شركات البترول والغاز في مؤتمرات الكوب وكان من أثر ذلك أنه بدأ النهاردة اللغة في العالم تتغير من حيث أنه بقى فيه تقبل واعتراف بأهمية وجود شركات الطاقة الممثلة في البترول والغاز حتى تتمكن من التحول الطاقي والاستدامة هدفنا الأساسي هو التواصل مع خلق الروابط ما بين مصر وبريطانيا ودعم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين وطبعاً أحد الأنشطة المهمة الإقتصادية المهمة في مصر هي نشاط البترول والغاز والطاقة عمتاً وفيه طبعاً شركات بريطانية كثيرة مستثمرة في هذا المجال في مصر فإحنا كجمعية بنتعاون مع الوزير ومع الوزارة ومع الحكومة عمتاً في تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية أو حتى العالمية للمجال الطاقة إلى مصر في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط أربعة دولارات وكذلك الأسهم إذ أثار انهيار بنك وادي السيليكون مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم انخفضت العقود الآجلة لخام ترينت بنسبة 32.39% لتصل إلى 80 دولار و80 سنت للبرميل كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 72.73% مسجلة نحو 74.59 دولار للبرميل وهبطت أسعار المزاوط عالمياً بنسبة 42.45% لتصل إلى 2.76 سنت للتر في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 85.88 من مئة بالمئة لتسجل نحو 2.57 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض مواصلة خسائرها في الجلسة السابقة على خلفية انهيار بنك وادي سيليكون ما أثار مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة ترجع المؤشر السعودي بنسبة 8.10% وسط تراجعاً لجميع أسهم البنوك في أسعودية مما في ذلك البنك العربي الوطني الذي انخفض 95.10% أغلق مؤشر دبي على انخفاض بنسبة 9.10% كما انخفض مؤشر أبوظبي 1.6% وكذلك انخفض المؤشر القطري بنسبة 1.5% قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن إجمالي موازنة البلاد يبلغ نحو 197 تريليون دينار عراقي مضيفاً أن العجزة يبلغ 63 تريليون دينار وتابع شياع السوداني أن الموازنة العامة سيتم تكرارها لثلاث سنوات ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي في حين أحالت الحكومة الموازنة العامة للبرلمان لإقرارها أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ أنه سيكون من الصعب على الصين أن تحقق هذا العام هدفها للنمو البلغ نحو 5% وقال إن هذا الهدف يمثل أحد أدنى مستويات النمو النتج المحلي الإجملي منذ 40 عاماً للعملاق الصينية إنتاجنا الاقتصادي كبير حالياً وقد تجاوز 120 تريليون يوان لكننا نواجه عدداً كبيراً من التحديات الجديدة لذا فتحقيق نمو بنسبة 5% ليس بالمهمة السهلة وسيتطلب بزل جهد مضعف يجب أن نقوم بعمل جيد من أجل اعتماد مجموعات من السياسات الكلية بالإضافة لترحي مجموعات من السياسات لتوسيع حجم الطلب المحلي والدولي وكذلك الاستثمار كذلك يجب أن نعتمد مجموعات من السياسات لمنع المخاطر ونزع فتيلها مجاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لليلة ونوها لاستكمل ما تبقى من تسعار شكراً لك فاطيمة على هذه المتابعة الاقتصادية